هي الذكرى الثامنة عشر لانتلاق المبادرات الوطنية لتنمية البشرية من طرف الملك محمد السادس مناسبة تتزامن مع آخر سنة من تنزيل المرحلة الثالثة من هذه المبادرة التي تستفيد من خلاف مالي يقدر بثمانية عشر مليار درهم على مدى خمس سنوات وسيتم توزيعه بصفة متوازنة بين أربعة برامج البرامج الثلاثة الأولى رصدت لها أربعة ملايير درهم على نحو متساون فيما سترصد ستة ملايير درهم لبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة الحسيلة الأولية لهذه المرحلة تبعث على التفاؤل حسب وزارة الداخلية فخلال الفترة ما بين 2019 و2022 تم إنجاز أزيد من 25500 مشروع ومبادرة بتكلفة إجمالية تجاوزت عشرة ملايير وخمسمائة مليون درهم فيما يتعلق بالتعليم حسب آخر اجتماع للجنة القيادة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم الرفع من نسبة تمدروس الأطفال التي انتقلت من 47% عام 2018 إلى 73% في 2021 فيما كان الأثر ملموسا خصوصا بالعالم القروي إذ انتقلت النسبة من 33% إلى 62% خلال الفترة ذاتها والسفاد منها أزيد من 137 ألف طفل منذ انطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية كذلك طورت المبادرة على مدى السنوات الأربع الماضية شبكة من وحدة التعليم الأولي في الجماعات القروية لسيما الأكثر عزلة والتي تتيح تقديم خدمات مجانية وذات جودة بما يسمح بإنجاح اندماج الأطفال ومواصلة تعليمهم في المسالك اللاحقة أيضا وصلت المبادرة جهودها لمكافحة العوامل الرئيسية للهدر المدرسي عن طريق توظيف عدة دعمات كالدعم المدرسي المجاني للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم مع تجربة بداغوجية تقويمية منذ 2022 تنبني على المستوى الحقيقي للتلاميذ والتعلمات الأساسية كالقراءة والحساب وإيواء التلاميذ في دور الطالب والطالبة والنقل المدرسي وعلى صعيد آخر اشتغلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب عن طريق تنفيذ عدة برامج تهم ريادة الأعمال والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الجهود همت أيضا مواكبة الأشخاص في وضعيتها شاشة مع إلى اهتمام خاص لتحسين ظروف التكفل والإدماج السوسي اقتصادي